تتواصل سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون مع مختلف الأطياف لقاءات شملت قادة الأحزاب السياسية باختلاف مشاربها التنظيمات النقبية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وصولا إلى رؤساء منظمة أرباب العمل الذي يعاول عليهم الرئيس للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني رافعين انشغالات المستطمرين والمسيرين ونحن خرجنا متفقنين جدا على حسب البرنامج المستطر وهذا التفاؤل إن شاء الله سنكون نحن ترانسمتر لزمالنا الذين يستنعوا في هذه الرزولتات والنتائج وهذا يكون إحنا أكدنا وكان عنا الفرصة باش نطلع اشتغالات المستثمرين وانشغالات المسيرين وهذا اللي راح يخلينا متفائلين جدا وندفع وإحنا راح نلمش شمل لدفع بعجلة التطور الاقتصاد الوطني فتح حوار جامع لتكون بذلك يد الرئيس ممدود للجميع دون إقصاء والسعي إلى التشور مع كل الفوعل ومكونات الصحة الوطنية خطوة تتضح من خلالها معالم المبادرة بضرورة تضافر كل الجهود ووضع أساس صحيح لدولة جزائرية قوية اليوم جاء الدور على منظمة أرباب العمل وقد استقبلهم وبدون شك لقد استمع رئيس الجمهورية يعني يحسن استماع لكل من يستقبلهم يكونوا قد استمع لانشغالات متعلقة بالتنميل الاقتصادية بتحريك عجلة النمو بالاستفادة من مزايا الكبيرة التي يوفرها مشروع قانون الاستمر الجديد وقانون مناطق الحرة وقوانين أخرى حتى لا يكون هناك إقصاء حتى لا يكون هناك تهميش لأي فئة أو طرف من الأطراف في الجزائر وحتى تؤتي هذه المبادرة أكلها حتى تؤتي هذه المبادرة كل نتائج المرضية كل نتائج التي تخدم مصلحة الوطن تخدم مصلحة الاقتصاد تخدم مصلحة الدولة برمة يوم مبادرة رفع لإنجاحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون باعتبارها خطوة بعيدة عن الإقصاء والتهميش أصدى بناء المؤسسات وإعداد تصول لإصلاحات عميقة في البلاد